السلامة ان شاء الله يكونوا بكلكم بألف ساحة وبخير لما كلا عدا رجعت لكم فيديو جديد و بصفة جديدة لما انشاءنا مع بعضنا عصيدة الفصدق الدونسية في المولد النبوي على باب ان شاء الله ربي حين بخير وربي حين لامثاله حبيت نشارك معكم العصيدة هذه حتى بمكونات معناه صغيرة نجمو نعمل العصيدة هذه وعليش لا يدينا زادة حاجة مننا على الاخر لان اكتما قلت لكم مشان القانتية صغيرة لان عندي ميتين جرام فصدق نستحق عليه ميتة جرام فرينة لنا كاضافة عندي عشرة جرامات اه نشي نستحق مية وخمسين جرام سكر وسبعمية وخمسين ميليليتر احليم كما تشوف هلو ما هم المكونات وتا ديريك نمشي مع بعضنا لطريقة التحضير كما تشوفوا اول حاجة بديد بها لانا مش ناخو اه كبنية صغيرة والاشتر للقانتية لانا مش نرحيها كما تشوفوا الرحاة اللي عندي معنا رحاة صغيرة بش نرحي بشوية بشوية وتتشوفوا القوام اللي من بعد نتحصل عليه وإلا اه يلزم نتحصل عليه لان الفصدق ضروري يترحى اه حتى ربين كما نقول واحنا يولي اه يقر زيته بالباهي كما تشوفوا بش نرحي الكانتية اللولة ومن بعد كي هكا تترحى بالباهي وإلا اه نضمنوا اللي هي ترحى وقتها بش نولي نضيف الكمية الثانية لانا كي ما قلت لكم بش نستعملوا ميتين فصدق ما هيش معنا هيك الكمية الكبيرة ولا حاجة او كن نرحيوها في الدار وجينا زادة حاجة اه سهلة في سعمة الترحى لانا كي ما تشوفوا بش نقاط ان نرحيها معنا هي بالسياسة ردو بنا منحطوهاش اه على بيتس قوية سنو رحا نخافوا معنا هي لتتهلك او كنرحيو بشوية بشوية وكين تحسلوا على القوام بتاع الفصدق هكا بدي اه بديه زيت ولا بديه يقرف زيت متاعو وقتها نقصو على على الراحيين لانا كي ما تشوفو مازيتها كحبيبات بش نزيد ان نرحيها ونعاونو بالمغرفة كل كل بارتي معنا هي اللي زيتت ولا اللي قاعدة تملوتها في الرحاة نطلعوها على فوق بش الكمية بتاع الفصدق الكل تترحى بالباهي وتاكي ما تشوفو هذي الفصدق بعد ما كملت رحيته لانا حسيرو كي قاعدة ناحي فيه يتنحى بكل صعوبة اذاك الدليل على انو الفصدق اه قرز يتمتاعو وترحالنا بالباهي دينا بش ان نحط الفصدق في اه في صحفة ولا في شقالة كبيرة وبش نبدأوا مع بعضنا في على فكرة العصيدة متاع الفصدق عصيدة سهلة على الاخر ما تستحقش برشة تحضيرات مش كيمة عصيدة الزجوجو والا العصيدة هكا اللي تبدأ اه فيها حبيبات يا بسين كيمة جلجلين والا الزجوجو اه تبدأ هكا صعيبة شوية مش كيمة العصيدة متاع الفاكيا انجنغال كسوالوز والا فصدق ولا بوفريوة تبدأ هكا سهلة تاكي ما تشوفو بعد ما حتيت كمية الفصدق في الصحفة بش نضيفو الفارينة ونشيء اه لنا نعود نفكركم بالمكونات استعملت مية جرام فارينة عليهم عشرة جرامات نشيء اما الامانة كانت استعملوا معناه تسعين جرام فارينة ولا ثمانين جرام فارينة اه البقية معناه متاع المية تستعملوها نشيء جيكم هكا باهية والتقاوم بتاحها معناه ما يبدأش عقد برشة اما جاتني سفا معناه ما هيش هي كلي عاقدة على الاخر وما هيش زادة كلي جاريح صيرو تا تشوفو بعض القوين بالذبط وطو بش نزيدو وقلا بش نضيفو الحليب بشوية بشوية ونقعدو نحركو بالباي بش المكونات الكل اه يتجانسو مع بعضهم اكل فصدق وانشيء والفارينة كانها كما تشوفو بش نقعد نحركها بالباي وعلى فكرة لنا راني كمية الحليب ما دفتهاش الكل ما زلت معناه ما دفتش الكمية الكل دي ما نستحفظو وقلا نحطو واربوع الكمية والبقية الاخرى نستحفظو بيها كسوها معناه بش اه مبعد معناه يكن طيبوها اكل القوة وان ما نفعل كل معناه ما تقاتش في الصحفة او كا اه نحطو معناه معها كل بقية متاع الحليب وجينا اه باهية بتبيع الفايدة الكل تحصلنا في في العصيدة متاعنا لنا كما تشوفو الخليط حسيتو مهوش بش بش يجيني معناه كما نحب وبش يبدأ هاكا فيه كعابر اه لنا خيط بغا ميكسر وبش نقعد نخلط فيه بالبيض لشكل خيرينة تتحل وما تبديش معناها كما قلتلكم اه تبدي فيها كعابر على فكرة العصيدة انتم ما كانت تحبوها مثلا تعملوها بالماء نجمو اه في عود معناها الحليب اه تعملو مثلا سبعمية وخمسي مليلتر ماء وتعملو زوز مغارف اه من الحليب النسلة بالحقيقة ما كانش متوفر عندي لنا النسلة حبيت نعملها بالحليب وبالحق جيتني روعة بنينة بنينة على الاخر اه بالحق جربوها على الطريقة هذي وقلو لي شنوها رأيكم ولنا كما تشوفوا العصيدة بعد مرحيتها بالبي لنا بش نحطها معناها في الكسارونة والا في التنجرة اللي بش نطيب فيها العصيدة كما تشوفوا زي دا حتيت لنا صفي لنا حبيت نحط الصفي بش هكا كان فيما فارينا مزيت ما تغرب لدش وإلا مزيتها كمكعبرة او كانت تتنحها بالصفي ولنا كما تشوفوا فضلتلي كمية صغيرة معنا ما يش مرحيها بالبي رجعتها للكسارونة اه ديجا معناها الفاكية ما تبديش هيكل قوة متاحة كما زجوغو كلي الكعبة معناها كاسحة لنا رجعتها وبتبع على جنب كما تشوفوا حذرت الكسين متاع التقديم بش دي راك الدومة تيبة وكنحطها اه في الكسين كما تعرفوا العصيدة راهو كانت تقعد برشا وقت وإلا ما معناها منحطو هاش دي راكت في الكسين راهو دي راكت ما نبدأ في تحضير العصيدة متانية لنا كما تشوفوا بش نطيبها كما قلت لكم حذرت على جنب الكوبات وإلا الكسين اللي بش نقدم فيها وعلى جنب زادة كمية السكر كما ريتوا لنا ما ضفت حتى كمية متاع السكر كما تعرفوا العصيدة اه بش تحبوها معناها تجي كمرونها غامق دي ما السكر نحطوه في اه في اخر مرحلة متاع التياب ولنا العصيدة اه قاعدت اه وقالها شدتني واقت حكاية اه درجين معناها ما دي حتيتها على النار تتشوفوها حسلو في كل مراحل لنا راني مسرعة في الفيديو بش بيكونش الفيديو هكا تفيل عليكم وإلا مملح اكا انسرع فيه وبتبع ما فيما حتى مرحلة اه كي ما نقول واحنا زابيت ولا ما صورتها ما صورتهش كل شيء اه واضح بالتصويرة وتا كما تشوفو في المرحلة هذي العصيدة كيتبدا هكا تبدأ تعقاد ولا تبدأ تشكل لكم في الكعابر اه لنا متخافوش منها معناه متقولوش بش جينا هكا مكابرة في المرحلة هذي تدريك تنضيفو كمية السكر ونقعدو اه نواصلو معناه في التحريك بالباقي لانا كي ما تشوفو كل كعابرة ذو كمية نحا وفي المرحلة هذي العصيدة اه تكون حاضرة مناقص كان مش نحطوها في اه في كؤوس التقديم هنا كما تشوفو ما شاء الله ميتين جرام فصدق تايحت لي كمية باهية متع السيدة لانا جابت لي اه خمسة كؤوس وإلا خمسة كوبات ما شاء الله كمية باهية اه بصراحة لحقيقة ما ليجيت نعم فيها قلت تايح لي ثلاثة الكسين حاجة كما اكا اما ما شاء الله جابت لي اه خمسة كسين انتو ما كان اه كان عيلتكم كبيرة ولا حاجة بنجمو تحطو في كسين صغار وتقدموها ومبعد اه تزينوها بالكريمة وبالفاكح سيرو تديكم زادة حاجة باهية وتودو بيها عيلتكم وصغاركم وبتبيعة مدام ما نقولو عصيدة لازم معها كل الكريم باتيسير وإلى الكريمة البيضة لانا عملتها معناه المستحضر الحاضر ما عملتهش الكريمة العربي في الدار انتو ما كانت تحبو اه تعملو الكريمة العربي في الدار ولكن اه ما تحبوش معناه تشريو الحاجة الجاهزة كن خليلكم الرابط في سندوق بصف عملتها قبل في القناة اه بصراحة زادة جايت حاجة بنينة على الاخر لانا كيما تشوفو الكريمة دو ما حذرتها اه نقلتها في كوب هاكا ما مستحسن يكون بالفم باش كنحطوا الطبقة متاع الكريمة تبدأ لنا مستوية وتبدا هاكا فرد نيبو ما تبدايش معناه شيرة طالعة وشيرة هابتة وإلا ما تبدايش هاكا مستوية او كنحطوها في الكوبة داكا مش تجينا المنظر متاحها مستوي ومزيان لانا كيما ريتو العصيدة خطر حتشيتها مني للتنجرة مجيتنيش مستوية امان بعد ستويت الكريمة باش يجيوني زادة الكيسين من بعد مزيانين ويقدر منظر متاحهم فرد فرد علو وكيما قلت لكم معناه ما تبدايش شيرة اه شيرة طالعة وشيرة هابتة وتاك كما تشوفو باش نتعدى ما بعدنا التزين العصيدة لانا على جنب عندي شوية بوفري ومرحية كيف كيف رحيت شوية فصدق ولانا حبيت نعتيكم فكرة هكا كيفاش اه نزينو العصيدة متانة على فكرة انتوما اه كنت حبو معناه تنجمو تقدموها كما هكا وإلا تاكلوها كما هكا جوز تكتفيو بالطبقة متاع العصيدة والطبقة ثانية متاع الكريمة زادة حاجة بنينها على الاخر وبالتباع اللي يحب يزين اه علاش لا معناه ومتوفر عندو او كي زينها ويعمل حاجة اه مزيانة لانا جوز تحبيت نشارك معكم طريقتي في التزين خطر اه نعرف المولة كي يجي اه بصراحة الراحة حتى من روحي نبدأ هكا نلوج على ونحب نشوف الزينات معناه كيفاش اه تكون لانا كما تشوفوا الكاس اللي اللي عملته بكله بالبوفريوة الثانية عملت شتر بشتر الثالثة عملت هكا كي الايكس وبتبيع عندو ما تنجمو اه ما تكتفيوش كانت بالفوز دقيقة اه اه والبوفريوة تنجمو ترحيو لوز اه زوزة نجمو زادت زينو بالزوزة والبندق البوفريوة حسيرو الحاجة اللي تحبوا عليها تزينو بيها وبتبيع اه تجيكم حاجة مزيانة لانا كي ما قلت لكم جزت هكا حبيت نعطيكم فكرة عزينا كيفية وبتبيع عندو ما تزينو وتعملو الحاجة اللي تحبوا عليها لانا عندي شوية بندق شوية فوزدق اه عندي زادة كيف كيف شوشوار تزيدن بعض بش نزين بيه حسيرو زينا سامبل عالاخر مفياش حتى تعرف تعقيدات وجيت زادة حاجة سامبل ومزيانة حسيرو نخليكم تكملو تشوفوا التاسويره كيفاش كيفاش معناه في كل مره بش نزين ولنا مسرعة في الفيديو كي ما تعرفوا التزيين معناه يا اخو وقت اذاك علاش سرعة تلكم اه في الفيديو موسيقى 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 وبهاك كما تشوفوا ودي عسيدة الفوزق بعدما كما لتحذرتها وزيانتها لنا حتيتها في طبق تقديم بصراحة قد ما نقول لكم جيت ابنينة أو شوية بالحق جربوها على طريقتي وقولوا لي ما رأيكم ومنتا ونأكد لكم اللي هي بش تنجح معكم مية بالمية لنا كما تشوفوا عملت كمية صغيرة معناه ميتين جرام فوزق مش على طيحة لكمية باهية ولنا كما تشوفوا الكسين اللي عنذرة وكسين الحجم طيحة مكبير انتو ما كنت قدموهم هكا في كوبات صغيرونين تنجم طيحة لكم معناه كمية أكثر وتقدموها وتاكلوها وسعها وبشفاء ولنا كما تشوفوا العسيدة متانة جيتنا مش على لونها مزيان لونها غامق ما جيتني شاكلي فاتحة ولا حاجة ولنا ما ذفت لها حتى كولوران معناه مستعملتش لكولوران لا حتى شي حبيتها هكا تكون من دون حتى اضافات وجيتني بالحق حاجة بنينة وروعة انتو ما كا اضافة تنجمو تضيفو روح الفوصدق اه تنجمو معناه تضيفوها للعسيدام تاكم تعطيكم هكا نكهة قوية متاع فوصدق لنا على حقيقة ما كانش متوفر عندي اذا كعليش ما حتيتش اما انتو ما كان متوفر عندكم تنجمو تضيفوه وتجيكم حاجة قوية والطعمة هكا تكون اه تكون معناها ظاهرة على الاخر اما حتى هكا سيدة طعمة مستاجات فيها بنينة وبالحق ظاهرة على الاخر ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ونلتيداكم ما تنسيش بش تشجعوني بالي لايك وبالي كومنتيغمتاكم الحلوين وكيف كيف زيادة كانكم اول مرة تزوروا القناة وعجبكم محتوى متاحة ما تنسيش بش تعملوا اابوني وبش تفعلوا الجرس بشكل مرة نهابت حاجة جديدة توصل لكم السلام في امان الله من شاء الله ملتقنا في وصفة داخلين